نروح لصلاح وصلاح النهاردة قبل ما تتكلمي على الانترفيو بتاعه صارة صلاح النهاردة كان متقلق في تريمير ليج هو يبدو يبدو انه حط نفسه في كونفورت زون كده او في منطقة انعزال وراحة قدت الى تقلقه بشكل كبير انا يمكن تبعت ماتش ليفر بول وطوتنهام اللي خلص اتنين واحد وشفت اداء اكتر من رائع لليفر واداء جميل جدا لصلاح لكن الحقيقة النهاردة يمكن رغم انه مبتداش المباراة لكن كان هادي قوي وكان متقلق جدا وقدر انه يجيب هدف بس النهاردة سبعة 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 اتنين اسيست وهو نزل اخر يمكن خمسة عشرين او تمانية عشرين ديئة في الماتش لكن قدر يجيب جون يتصدر به قائمة الهدفين في البريمير ليج وقدر يعمل اتنين اسيست اكتر من رائعين وبالتالي الحقيقة اعتقد انه يعني ماتش اعتقد بالنسبة ليفر بول جاب محمد صلاح جاب جونين النهاردة ووصل لتلاتاشر هدف تصدر به قائمة الهدفين وليفر بول كده بينفلت بالصدارة بفارق ست نقاط عن اقرب منافس له وهو توتنهام طبعا احساس بالفخر من اللي صلاح بيعمله مع ليفر بول ويكونوا كمان في المركز السادس في جازة the best او افضل لعب في العالم واكيد يعني ان شاء الله السنة الجاية يكون من اول تلاتة وياخد كمان الجايزة طيب كان صلاح ليح وارتويل مع صحيفة اس الاسبانية خلينا نقول لحضراتكم ابرز اهم العنوين والكلام اللي قالوا نجم ليفر بول لما تسأل عن انتقاله لريال مدريد او برشلونا قال انه بيركز على تتويج ليفر بول بالبريمير ليج ودوري الابطال من جديد وقال انه عن ارقام القياسية في انجلترا طبعا عن مسألة بقى رحيل ودي حاجة في ايد النادي قال كمان في كلامه انه شعر بخبة امل لعدم ارتداء شارة القيادة دي عايزة منك تعليق عليها بس نتكلم كمان عن سؤاله عن اصابته في نهائي دوري ابطال اوروبا ضد ريال مدريد بسبب طبعا راموس كان قال اعتقد ان جميع ما يحدث لاي لعب يعني خبة امل او الحاجات دي او الحاسيس دي بتاعت الاحباط بتخليك اكثر قوة بعد كده في مسارتك طبعا نحو المستقبل بس الاصابة دي موضوع وانتهى بالنسباله ومش بيفكر فيه تماما على الاطلاق بسؤاله عن ماسي ورونالدو قال انه من الصعب تحديد بديل ليهم في ملاعب العالم وان اللي بيعملوا السنائي ده سواء ماسي او رونالدو في عالم كرة القدم شيء عظيم جدا ومذهل جدا يمكن فيما يتعلق بالشرع بما انك انت عايزة تعليق انا بعتقد انه موضوع الشرع دي زي ما اتفقنا هو مقاوماته شخصية قبل ما يكون اقدمية يعني مش مهم انت لعبتي كم مطش مع فريق او موجودة معي من كم سيزن بقدمة مهم جدا سلوبك وطريقتك في التعامل مع زملائك جوه الملعب وبرى الملعب وانا بيتهالي انه جزئية برى الملعب دي يمكن تكون اهم كمان من تسعين دي اللي بيقضيها الفريق مع بعضه في اثناء المباراة انا بعتقد انه صلاح بقى عنده من الخبرة ومن العقلية ومن الشخصية اللي يسمح لي الحقيقة بانه يكون قائد اي فريق يلعب لي سواء كنا بنتكلم على ليفر او حتى لو انتقل لفريق تاني واعتقد انه عقلية محمد صلاح دايما ويمكن شفنا له دور يعني فوقات كتير جدا ممكن تبيجوا الملعب مش حتى شارط الكابتن لكن في احساس انك انت قادرة تحركي اللعيب اقدرة تحفزيهم قادرة تطلعيهم من مواقف صعبة وشفنا ده صلاح انا بقولك ده عن تجربة يستهيلها طبعا بكل تأكيد وشفنا الدور ده محمد صلاح كان بيعمله حتى وهو مش لابس شارط الكابتن قال ايه بقى في النهاية حواره كمان وجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا ومخطره على المجتمع وقال اعتقد ان الامر ده كان صعب جدا على الناس كلها من البداية من البداية طبعا ظهور الفيروس وامر لازم ان احنا دلوقتي نتأقلم ونتعايش معه لحد ما ينتهي طبعا قال انه يتمنى انه ينتهي قريبا كمان طالب محمد صلاح كل الناس يعني بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي من اجل تفادي مخاطر التعرض للاصابة بفيروس كورونا قال ايه كمان هو الحقيقة تكلم عن حاجات كتير جدا واتكلم عن دوره يعني كنجوم للعبة ويمكن نجوم لهم تأثير على اغلب المتابعين للعبة كرة القدم على مستوى العالم قال انه لابد ان كل واحد وصل للمكانة دي او النجومة دي انه يكون قدوة وتكلم على انه في رسالة لابد انه هما يوصلوها للناس وانه هما يمشوا دايما على الطريق الصح وانه هما فيما يتعلق حتى بموضوع ازمة فيروس كورونا لابد من اتباع ارشادات الاطباء لانه الوضع صعب على الجميع ولكن في النهاية ختم حواره بانه بيأمل فيه انه الفيروس ده هو واثاره او الاثار الترتبط عليه انه يتلاشى بشكل سريع مهم جدا ونحن نتكلم على صلاح حتى نحن نبقى فرحانين وفخورين انه فيه نجم مصري قدر يوصل للمكانة دي وقدر يوصل انه يحقق كل الارقام القياسية دي خدوا بال حضراتكم مشوار صلاح الناجح مش بس مع ليفر بول تقلق قبل كده في اي اس روما ومن قبلها في فيرونتينا ومن قبلها كان مشوار في سن صغار جدا مع فريق بحجم تشيلسي مشوار كان فيه صعوبات كتيرة جدا وكان فيه مطبات كفيلة انه ناس كتيرة جدا لو خدت نفس المشوار انها تبطل او تتكسر او تزهق في مراحل مبكرة جدا عشان كده انا بتمنى من صلاح في يوم الايام انه وانا بتكلم دايما انه احنا قدام تجربة رفعت من سقف الامال والطموحات عند المصريين بتمنى انه يكون لي بصمة في تغيير طريقة التفكير وتغيير الثقافة بتاعة اللعب المصري لانه بحجم المواهب اللي موجودة عندنا انا شايف انه احنا ممكن يكون عندنا اكتر من صلاح في اكبر فرق اوروبا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نتواصل مع حضراتكم مراتنا